ساهم أمر سمول العهد رئيس مجلس الوزراء بتقديم الخدمات على مدار 24 ساعة في 9 مراكز صحية بمختلف محافظات مملكة البحرين في التعامل المباشر مع الحالات اليومية البسيطة وخفض عدد الحالات التي تستقبلها المستشفيات الحكومية لتبشر بدورها الحالات المستعصية وقد ساهمت مراكز الرعاية الصحية الأولية منذ افتتاحها على مدار الساعة في متبعة الحالات المستعجلة وفق تصنيف عالمي معتمد آخذا بالاعتبار الأعراض والمؤشرات الحيوية مواصلة لتقديم أفضل الخدمات الصحية وأجودها بما يسهم في دعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم وفق الخطط الموضوعة لتطوير القطاع الصحي ضمن متابعة الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للجميع في المحافظات كافة حرصت مملكة البحرين على تطوير المنشآت والمرافق الصحية في مختلف المراكز الصحية لنشهد اليوم التقدم الملموس في حقل الرعاية الطبية وبالتحديد في المراكز الصحية التي تفتح أبوابها على مدار الساعة مجلس الوزراء لم يقفل عن استعراض مذكرة تضمنت النتائج المتعلقة بفتح مراكز الرعاية الصحية الأولية على مدار الساعة حيث أظهرت انخفاضا بعدد الحالات التي يتم تحويلها إلى قسم الطوارئ في المستشفيات الحكومية ناهيك عن استعراض مستجدات مشروع التسير الذاتي لمراكز الرعاية الصحية الأولية والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة خدمات القطاع الصحي هذا النهج الذي تسير عليه مملكة البحرين والذي يستمد رونقه من خطط التعافي الاقتصادي تواصل من خلاله مختلف القطاعات الحكومية تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بما يبشر بتعزيز مساعي الاستدامة المنشودة والتطلعات التنموية بالشكل الذي يعود بالنفع والخير على الوطن والمواطنين طرل نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر